اشتركوا في القناة الاستخبارات الامريكية بسذاجة في التعامل مع ايران وضريف ينصحه بالاقتداء بالاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الجيش اليمني والليجان يسلمون سبعة اسرى لدى السعودية وغريفث يحث على الاسراع في تنفيذ اتفاق التبادل بين الجانبين على وقع استمرار تظاهرات ضد البشير الجيش السوداني يؤكد وقوفه امام محاولات استغلال الازمة الاقتصادية لاسقاط الدولة اهلا ومرحبا بكم البداية من فنزولا حيث اعلنت المعارضة الفنزولية رفضها اي حوار مع الرئيس نيكولاس مادورو هذا الموقف جاء على لسان كارلوس فتشيو الذي عينه جويدو سفيرا له في واشنطن فتشيو قال في ندوة للمجلس الاطلسي للدراسات ان المعارضة لن تقبل باي حوار سوى ما تطمنه اجندتها اجندتها عفوا وفي مقدمها خروج مادورو من السلطة البيت الابيض اعلن ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اتفق مع زعيم المعارضة في فنزولا خوان جويدو على استمرار التواصل ودعم وجود وجهود الاستقرار في فنزولا بيان البيت الابيض اشار الى ان ترامب هنأ جويدو على توليه الرئاسة وابدى رغبته في تعزيز دعم فنزولا من اجل استعادة الديمقراطية على حد تعبير البيان الرئيس الفنزولي بدوره نيكولاس مادورو حذر مما تريد ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ففعله ببلاده ومن تحويلها الى فيتنام ثانية والسيطرة على نفطها مثل ما فعلت في العراق والليبيا وفي رسالة وجهها الى الشعب الامريكي اتهم مادورو واشنطن بالسعي الى السيطرة على نفط فنزولا انا نيكولاس مادورو الرئيس الدستوري للجمهورية البوليفرية في فنزولا اود ان اوجه رسالة الى الشعب الامريكي لقد تم تنظيم حملة لتنفيذ انقلاب في فنزولا وقد تم تحضير هذا الانقلاب وتمويله عمليا من قبل ادارة ترامب لا تسمحوا بانشاء فيتنام اخرى في امريكا اللاتينية يريدون وضع اليد على نفطنا كما فعلوا في العراق والليبيا انتظروا منك الكثير ايها المواطن الامريكي واطلبوا دعم الشعب الامريكي حتى لا تحدث فيتنام اخرى ولسيما في امريكا كل ثقة اننا نصنع التاريخ لاننا نقف في المكان الصحيح من هذا التاريخ وفي حديث لنفوستي اكد الرئيس الفنزولي التحالف الستراتيجي بين بلاده وروسيا شاكرا لنظيره الروسي فاديمير بوتين كل مساعدة ممكنة يقدمها لفنزولا في ازمتها الحالية روسيا تقدم لنا المساعدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ونحن نقبلها بكل امتنان ما طلبته من الرئيس بوتين هو الحفاظ على استمرارية الاتصالات والحصول على كل الدعم على المستوى الديبلوماسي والسياسي في الامم المتحدة ودفاع عن حقيقة فنزولا دوليا دونالد ترامب اعطى امرا لحكومة ومافيا كولومبيا باغتيالي هذا ما كشف عنه الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو الذي اكد لوكالة سبوتنيك انه في حال اغتياله فان المساولية تتقع على عاطق الرئيسين الامريكي والكولومبي في تصريحاته لسبوتنيك شدد مادورو على ان الهدف الرئيسي للولايات المتحدة في فنزولا هو الحصول على النفط والثروات فيها ثم التحرك من دون اي مقاومة باتجاه استعمار جديد في امريكا اللاتينية مادورو اكد ايضا ان الانتخابات الرئاسية في فنزولا اجريت مسبقا وان الانتخابات الجديدة ستكون عام الفين وخمسة وعشرين معلنا عدم معارضته اجراء انتخابات برلمانية في فنزولا قبل الموعد المقرر لها في سياق موازن كشف مادورو نية حكومته انشاء خمسين الف وحدة من الميليشيا الوطنية مؤكدا السعي الى الوصول الى مليوني شخص من رجال الميليشيا بحلول الثالث عشر من نيسان ابريل المقبل مؤكدا ان جيش فنزولا يظهر الاخلاص للسلطة الشرعية والقانونية وبشأن العلاقات الفنزولية الروسية اكد مادورو ان بلاده تقابل المساعدة الروسية دائما بكل الشكر مشيرا الى ان كاركاز تخطط للاستمرار في الحصول على الاسلحة الروسية في المستقبل وذلك بهدف تحسين الدفاع الجوي والتقنيات الصاروخية واعلن مادورو ان الاسلحة الروسية تصل فنزولا على نحو دائم مؤكدا ان بلاده ستحصل على احدث الاسلحة في العالم من روسيا ومع استمرار تظاهرة المؤيدة للرئيس الفنزولي نيكالاس مادورو في عدة مدن اكد مناصر الاخير استعدادهم للدفاع عن بلادهم في وجه اي هجوم اجنبي على ترامب ان يعاقب بلده عليه ان يهتم ببلده انه يريد ان يحضر القنابل الى فنزولا ويقتلنا جميعا يريدون ان يفعلوا ببلدنا مثل ما فعلوا بالبلدين الاخرى يريدون اختلاس ثرواتنا سندفع عن انفسنا بالاسنان والاضفار اذا واطئت اقدام الامريكيين او اي احد اخر ارض فنزولا فسنواجههم وستكون حرب الالف يوم الرئيس البوليبي ايفون موراليس اكد ان التهديدات الامريكية ضد الرئيس الفنزولي نيكالاس مادورو هي تهديد للسلام في جميع انحاء امريكا اللاتينية واتهم الولايات المتحدة بمحاولة افقار كاركاس مثل ليبيا والعراق عبر منع شعبها من الاستفادة من موارده الطبيعية كما ندد بعدم بذل الامم المتحدة الجهودة لمنع مساعي التدخل العسكري في فنزولا هاجم الرئيس الامريكي دونالد ترامب اجهزة الاستخبارات الامريكية عقب شهادات مسؤوليها امام الكونغرس في تغريدة على تويتر وصفها بانها اجهزة ساذجة ومخطئة فيما يتعلق بالتهديد الذي قال ان ايران تمثله مضيفا انه ربما يجدر بقادة اجهزة الاستخبارات ان يعودوا الى مقاعد الدراسة ملفات ايران وداعش وسوريا وكوريا الشمالية كانت الملفات التي برز فيها التناقض ما بين البيت الابيض واجهزة الاستخبارات الامريكية قرارات وتحليلات متناقضة للمؤسسة الامريكية تتوالى تباعا في شتى الملفات الاساسية التي كان للرئيس الامريكي دونالد ترامب موقف واضح منها منذ بداية فترة رئاسته حتى اليوم بعد اعلان ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران في ايار مايو من العام المنصرم بسبب عدم التزام الاخيرة بشروط الاتفاق واستمرارها في السعي لصناعة قنبلة نووية بحسب قوله يأتي كلام مدير وكالة الامن القومي الامريكي دون كوت خلال كلمته الافتتاحية المعدة لجلسة الاستماع في الكونغرس متناقضا تماما مع كلام ترامب صفقة ايران معيبة في جوهرها اذا لم نفعل شيئا فاننا نعرف ما سيحدث لذلك انا اعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران لا نعتقد بان ايران تقوم في الوقت الحالي بانشطة اساسية نرى انها ضرورية لصناعة سلاح نووي في التاسع عشر من كانون الاول ديسمبر الماضي اكد ترامب هزيمة داعش معلنا نيته سحب القوات الامريكية من سوريا وهذا ما تناقض على نحو واضح مع تصريحات مدير وكالة الامن القومي الامريكية دان كوتس فيما يشارف داعش على الانهزام على الارض في العراق وسوريا يعود التنظيم الى اسلوب حرب العصابات في الوقت الذي يخطط فيه لتنفيذ هجمات من خلال مؤيديه في انحاء العالم داعش يظهر من جديد ومازال يستقطب الالاف من المقاتلين في العراق وسوريا في ملف كوريا الشمالية لم يختلف التناقض بين كلام ترامب وتقديرات مدير الامن القومي الامريكي عقدت اجتماعا مهما جدا البرحة مع كوريا الشمالية استمر لساعتين واتفقنا على اللقاء نهاية شباط فبراير احرزنا الكثير من التقدم حول ملف نزع الاسلحة النووية يشير تقييمنا حاليا الى ان كوريا الشمالية تسعى الى الابقاء على قدراتها من اسلحة الدمار الشامل ومن غير المرجح ان تتخلى تماما عن اسلحتها النووية وقدراتها الانتاجية التناقض في المواقف لم يقتصر على البيت الابيض واجهزة الاستخبارات بل وصل الى حدود البنتاجون الذي ارسل رسالة للبيت الابيض مستفسرا عما ورد في ملاحظات دورها مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون على دفتره الخاص والتي اثرت شكوكا حول احتمالية ارسال خمسة الاف جندي الى كولومبيا من اجل التدخل العسكري المحتمل في فنزولا ربما على الاستخبارات العودة الى مقاعد الدراسة لعل تغريدة ترامب الاخيرة تطي صورة واضحة عن التناقض بين مؤسسات السلطة الامريكية وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف دعا ترامب عبر تويتر الى الاستماع الى الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة والمسؤولين الامريكيين السابقين عندما تتناقض اجهزة الاستخبارات معه مع دعاة الحرب الاسرائيليين في حكومته الرئيس الايراني حسن روحاني رأى ان واشنطن هزمت في المواجهة الاخيرة مع الشعب الايراني من النواحي السياسية والقانونية والدولية وفي الحرب النفسية وستهزم اقتصاديا وفي خلال زيارته برفقة اعضاء حكومته مرقد الامام الخميني لمناسبة مرور اربعين عاما على انتصار الثورة الاسلامية شدد روحاني على ان امريكا لم تنكث العهد مع ايران فقط بل مع اوروبا والصين ايضا لا تستطيع اي قوة في العالم ان تؤذينا لا امريكا ولا غيرها امريكا هزمت في المواجهة الاخيرة مع الشعب الايراني من الناحية السياسية والقانونية والدولية وبالتأكيد ستهزم ايضا من الناحية الاقتصادية من خلال سعي الشعب الايراني ومقاومته فهي لم تنكث بالعهد معنا فقط بل نكثت عهدها مع اوروبا والصين ايضا ونكثت اتفاقية التجارة الحرة لامريكا الشمالية والشراكة عبر المحيط الهادئ ايضا امريكا وضعت حقوق المسلمين والفلسطينيين تحت اقدامها وظلمت الشعب السوري والعراقي والافغاني وسعادت المعتدين والمغتصبين على اليمن القائد العام لقوات حرس الثورة اللواء محمد علي جعفري اكد بان تحريض دول الجوار ضد ايران بهدف اثارة التفرقة لن يجدي قوى الاستكبار العالمي نفعا جعفري قال ان الشعوب والحكومات الصديقة والجارة ادركت اليوم ان ايران بلد شقيق وصديق حقيقي لها وان امنى مضيق هرمز والخليج انما يتم تحقيقه من قبل دول المنطقة فقط وان الايران دورا مهما وحاسما في تثبيت هذا الامن اكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم اللا خططة لدى العراق لارسال قوات الى سوريا من دون موافقة دمشق وفي مؤتبر صحفي مع نظيره الروسي سيرجيل افراف من موسكو قال ان دخول القوات العراقية الى شرق الفرات سيكون مؤقتا للقضاء على داعش ولنية لديها الاستقرار هناك مؤكدا دعم بغداد لعودة سوريا الى جامعة الدول العربية ورفضها الدخول في اي محور ضد ايران من جهته امل لافرافا ان يكون وجود القوات الامريكية في العراق بعيدا عن اي اهداف جيوسياسية روسيا معنية بدور كبير للعراق الذي تربطه بها علاقات صداقة تقليدية تعود لخمسة وسبعين عاما موسكو وبغداد تستعدان لتدشين مرحلة متجددة في العلاقات تستند الى الدعم الذي قدمته روسيا الى العراق في حربه على الارهاب دعم لا ينساه العراقيون ابدا عندما امر الرئيس بوتين بارسال مقاتلات السخوي من عنابر الجيش الروسي لايقاف داعش على مشارف بغداد لقد توصلنا الى تقارب كامل في وجهات النظر واتفقنا على الاحترام الكامل للشرعية الدولية كما ننظر في الاتجاه والطريقة نفسهما فيما يخص ضرورة تنفيذ احكام القرار الاممية 2254 الخاص بتسوية القضية السورية الى جانب ضرورة التعاون فيما يخص القضاء على ما تبقى من مجموعات ارهابية مسلحة في كل من سوريا والعراق حرب روسيا والعراق وسوريا وايران على الارهاب هي حرب شركاء في خندق واحد ليس لان بغداد تحتضن مركز التنسيق بينها بل لان هذه الدول تشترك في الدفاع عن سيادة دول المنطقة وعن استقلالية قراراتها متحدية سياسات الاملاءات الامريكية نحن نقوم بعمليات محدودة جوية وبرية وبإعلام وموافقة الجانب السوري طبعا هذا جدا مهم ليس هناك نية لدخول الجيش العراقي والاستقرار في المناطق الشرق الفرات ولكن هناك عمليات محدودة لتنظيف معاقل داعش موقف العراق من حرب جديدة إن شاء الله ما يكون نزاع بين الولايات المتحدة وإيران نحن نعمل بشكل كبير على أن يكون هناك نزاع في المنطقة هذا النزاع سوف يؤثر على المنطقة جميعا وليس على العراق هذا ما دفع محمد الحكيم إلى التأكيد أن العراق الذي خاض حروبا طاحنة على مدى أربعة عقود لا يريد أن يصبح إلا نقطة تلاق وتعاون بين الجميع في الإقليم مع استعادة العراق عافيته ودوره الإقليمي تزداد وتائر التعاون بين موسكو وبغداد والأسيام أن روسيا معنية بتعظم دور شركائها الإقليميين سلام العبيد موسكو الميادين التصويت على الوزارات الشاغرة في الحكومة العراقية بات مؤجلا وفق الدستور إلى حين استئناف جلسات البرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية معطيات دفعت مشهد السياسي نحو الهدوء والبحث عن حل لأزمة الوزارات الشاغرة التفاصيل مع زميل محمد الفهد دخول البرلمان العراقي في عطلة تشريعية أوقف مؤقتا محاولات التصويت على مرشحي الوزارات الأربع الشاغرة في حكومة عبد المهدي والأمنية على رأسها ومعه تراجع السجال السياسي إلى مرحلة الدعوات والمبادرات إلى حل الخلافات بشأن بعض المرشحين أعتقد اليوم فرصة العطلة التشريعية من أجل لملمة وإعادة تبويب القوانين التي تهم الشعب العراقي وأنا أتمنى أن كل فصل التشريعي هو مقدمة لتغيير سياسة وأداء البرلمان العراقي الشارع العراقي ينظر بعين الترقب والحذر إلى حكومته وبرلمانه الجديدين بعدما سجل ملاحظات متعددة على الأداء أثارت لديه هاجس الخشية من تكرار التجارب السابقة ينزلوا للشارع العراقي يجسون نبض الشارع العراقي يرون معاناة الناس يرون من شنو دتعاني أخر تنصل البرلمان هي العلة شون بالبرلمان إذا صلح البرلمان تنصلح الحكومة وينصلح الشعب إذا كان هذا البرلمان العلة شكر جديد مصلح فهي يوفر مطالب الشعب نحو ثمانية أشهر مرت على الانتخابات التشريعية العراقية ولا تزال البلاد بحكومة غير مكتملة وبرلمان نجح بعد مخاض عسير بتمرير الموازنة العامة نتاج يشي بصعوبة التجربة للسلطتين إذا استمر خلاف الأحزاب والتيارات السياسية العطلة التشريعية للبرلمان العراقي قد تكون عطلة التقاط الأنفاس بعد فصل من التجاذبات السياسية بسبب التشكيلة الحكومية لكن عيون العراقين تترقب عن كثب تلك التطورات وتنشد إصلاحا للأداء وتغييرا للمسار السياسي نحو مزيد من الاتفاق وتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية محمد الفهد بغداد الميادين فاصل قصير ونعود ابقوا معنا من جديد مرحبا بكم في اليمن أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى أعلن استلام سبعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية كانوا داخل السجون السعودية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفي تغريدة على تويتر رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين غريفث بإطلاق التحالف السعودي الأسرى السبعة كما عبر عن أمله في أن يعطي ذلك دفعة للتنفيذ السريع لاتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين على حد تعبير غريفث ميدانيا استشهد مدني وأصيب امرأتان في قصف مدفعي للتحالف السعودي على منطقة المنقم في مديرية الجراح جنوبي الحديدة وفي مديرية بلاد الطعام في ريمة وسط اليمن استشهد مدني وأصيب آخر في قصف طائرات التحالف السعودي إلى ذلك أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن أكثر من 6700 طفل يمني سقطوا بين قتيل وجريح منذ عام 2015 وفي تغريدة على تويتر ذكرت المنظمة أن نحو 358 ألف طفل يمني يعانون من سوء تغذية الحاد وهم بحاجة ملحة إلى العلاج وشددت المنظمة الأممية على ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف الأطفال في اليمن دور المرأة اليمنية في دعم مقاتلي الجيش واللجان الشعبية لم يتوقف خلال السنوات الحرب من خلال إقامة الفعاليات المختلفة والتقديم قوافل الدعم الدائمة لجبهات القتال أحمد زبيبة تذرف الدمعة حزنا على فراق ابنها هي أم الشهيد هاشم الوجيه الذي استشهد في جبهة نهم قبل عامين حزن لم يمنعها من مواصلة تقديم الدعم لجبهات القتال بالمال أحيانا والمواد الغذائية أحيانا أخرى هذا عدوان لا نكذب على أنفسنا أننا لا نحزن على فراقهم لا يجوز أن نغالط أنفسنا ولكن نواسي أنفسنا بمه بما قال الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أكثر من ثمانين ألف حملة من كل منزل لرفض جبهات القتال شاركت فيها المرأة اليمنية خلال أسبوع الشهيد فقط فضلا عن آلاف القوافل من المال والملابس الشتوية والمواد الغذائية لمساعدة المقاتلين من الجيش واللجان الشعبية المرأة اليمنية لها دور عظيم من خلال رفض الجبهات بالقوافل رفض الجبهات بالرقال رفض الجبهات الداخلية أيضا بما استطاعت من المبالغ المالية الملابس الشتوية لم تبقى المرأة اليمنية حبيسة منزلها بل أقامت الفعاليات والندوات والمسيرات التي تعزز سياسة الصمود في مواجهة حرب التحالف السعودي تجلت في المرأة اليمنية كل مظاهر الصمود في ظل حرب التحالف فسارعت إلى رفض الجبهات من دون كلل خلال سنوات الحرب وهي لا تزال تقدم الكثير من الجهد والعطاء مهما بلغت التضحيات أحمد محمد زبيبة صنع الميادين استمعت رئيسة اللجنة الأممية الخاصة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي أجنس كالمارد إلى التسجيلات الصوتية التي توثق لحظات قتله في قنصلية بلاده في إسطنبول وكانت القنصلية السعودية في إسطنبول قد رفضت السماح للمقررة الأممية بالدخول إلى مقرها وتجدر الإشارة إلى أن كالمارد ستستعرض نتائج وتوصيات التحقيق الذي تجريه في قضية خاشقجي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو حزيران المقبل في السودان أكدت القوات المسلحة وقوفها ضد ما وصفته بمحاولة إسقاط الدولة السودانية عبر استغلال الأزمة الاقتصادية وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف قال إن القوات المسلحة تعي تماما كل المخططات والسيناريوهات التي تم أعدادها لاستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة ضد أمن البلاد كما أكد رئيس الأركان المشترك عبد المعروف الماحي أن القوات المسلحة لن تسمح بانزلاق الدولة نحو المجهور إلى ذلك تجددت التظاهرات المطالبة برحل الرئيس السوداني عمر البشير في ضواحي العاصمة الخرطومة التظاهرات خرجت اليوم أيضا في مدينة أم درمان بشعرات موحدة تطالب بالقصاص وفاء للشهداء الذين قتلوا منذ بداية التظاهرات المناهضة للحكم قبل أقل من شهر استشهدات الشابة الفلسطينية سماح مبارك برصاص قوات الاحتلال بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن على حاجز الزعيم شرق المدينة مدينة القدس المحتلة مصادر الهلال الأحمر أفادت بأن الاحتلال منع وصول تواقمه إلى الشابة المصابة حتى استشهدات متأثرة بإصابتها اختتم معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أعمال مؤتمره السنوي الذي عقد على مدى ثلاثة أيام محور المقاومة احتل رأس سلم أولويات المشاركين في أعمال المؤتمر منال إسماعيل والتفاصيل على مدى الأيام الثلاثة الماضية من الأحد حتى الثلاثاء عقد معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب أعمال مؤتمره السنوي حيث كانت الجبهة الشمالية ومحور المقاومة الحاضرة الأبرزة في مداولات المشاركين فيه وحواراتهم وكلماتهم عندما ننظر إلى العام 2019 فنحن ننظر إلى الجبهة الشمالية التي يمكن أن تشهد تصعيدا وربما أخضر وهذه المرة لن تكون حرب لبنان الثالثة بل حرب الشمال الأولى وستشارك فيها كل جهات محور إيران وسوريا وحزب الله وهذا هو خطر العام 2019 وينبغي إدارته جيدا الخطر الأساسي في الساحة الشمالية نابع برأي المشاركين في المؤتمر من الحضور الإيراني وحتى الروسي في المنطقة الأمر الذي قد يضع قيودا على حرية سلاح الجو الإسرائيلي ولسيما في سماء سوريا ليست القدرة العسكرية هي التي ستخرج الإيرانيين من سوريا بل جهد دبلوماسي كبير والعنوان لهذا هو روسيا عمليا ما من قدرة عسكرية إسرائيلية على إخراج الإيرانيين من سوريا أعتقد أنه من المتوقع أن تفاقم إيران ردود فعلها تجاه السياسة الإسرائيلية في الشمال في سوريا ولبنان والتحدي الإيراني لا يقتصر على الساحة الشمالية مشاركون أوجزوا مشكلة المجتمع الإسرائيلي في أي حرب مقبلة بعدم استعداده لدفع ثمن مقابل تلك الحرب إسرائيل لديها قوة عسكرية غير مسبوقة لكنها تجد صعوبة في تحقيق أهداف أمنها القومي كوقف البرنامج النووي الإيراني والتمركز الإيراني في سوريا أو القضاء على حزب الله أو حماس كقوة عسكرية هذه الأهداف من الصعب جدا تحقيقها لأن شعب الإسرائيلي ليس مستعدا لدفع ثمن حرب المجتمع الإسرائيلي لديه توقعات غير وقعية لتحقيق الأهداف العسكرية ويريد حصول هذا خلال ثلاث ساعات ومن دون جنود قتله استراتيجية المعركة بين الحروب حضرت أيضا في كلمات المشاركين في المؤتمر التي وفقا لهم حققت نجاحات معينة من دون القدرة على قياس مدى فعليتها وترحوا تساؤلات بشأن الجدوى من الاستمرار فيها ولسيما في ظل ارتفاع الثمن الذي يمكن دفعه مقابل تحقيقها وفي خبرنا الأخير أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن موقف حزب الله ثابت وداعم لجميع فصائل المقاومة وخلال استقباله وفدا من لجان المقاومة الشعبية الفلسطينية برئاسة الأمين العام أيمن صلاح الششنية أشهد السيد نصر الله بعملية العلم التي نفذها مقاوم اللجان هذه النشرة انتهت وإليكم ما جاء فيها المعارضة الفنزولية ترفض الحوار الداخلي ومادورو يتهم واشنطن بالسعي لسرقة نفط بلاده وتحويلها إلى فيتنام ترامب يتهم الاستخبارات الأمريكية بالساذاجة في التعامل مع إيران وظريف ينصحه بالاقتداء بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الجيش اليمني واللجان يسلمون سبعة أسرى لدى السعودية وغريفث يحث على الإسراع في تنفيذ اتفاق التبادل بين الجانبين على وقع سمرار التظاهرات ضد البشير الجيش السوداني يؤكد وقوفه أمام محاولات استغلال الأزمة الاقتصادية لإسقاط الدولة المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية اسبانول.الميادين.net نلتقي على رأس الساعة في موجز لآخر وأهم الأنباء ابقوا مع الميادين